الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والعصر إن الإنسان لفيه خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أيها الأحباب طبتم طبما مشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدة حياكم الله في درسنا لهذا اليوم في الجزء الأول من أحكام صلاة الجماعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأسبغى الوضوء ثم مشى إلى الصلاة أو إلى صلاة المكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه أي أن الذي يتوضأ فيحسن الوضوء بشكل جيد ثم يمشي إلى صلاة الجماعة إلى المسجد ويصليها يغفر الله له ذنوبه نستنبط من هذا الحديث الشريف أهمية فضل صلاة الجماعة فصلاة الجماعة لها فضل عظيم وهي واجب على كل من يستطيع أن يلبي النداء صلاة الجماعة يا أبنائي هي الصلاة التي يؤديها المسلم مؤتما بإمام يعني لابد أن يكون هناك إمام ومأموم الإمام هو الذي يقود الصلاة ويؤتم به يعني يقلد في الحركات ويكفي لصلاة الجماعة لإقامة صلاة الجماعة إثنين شخصين إمام ومأموم يعني ليس شرطا أن يكون هناك عدد كبير لا يكفي شخصين إمام ومأموم حتى لو كان ذكرا وأنثى وسنفصل إن شاء الله في هذا الموضوع بإذن الله قرأة التعريف هي الصلاة التي يؤديها المسلم مؤتما بإمام هذا تعريف صلاة الحكمة من مشروعية صلاة الجماعة لصلاة الجماعة حكم كثيرة تعرف إليها حتى يجتمع المسلم بأخيه ويتعرف عليه ويسأل عن حاله ويطمئن عليه وتزداد الألفة والمحبة بين الناس وحتى يشعر المسلمون بالمساواة بينه وبين إخوانه تجد الغني يقف بجانب الفقير الأشقر يقف بجانب الأسمر الكل واحد أمام الله عز وجل التفاضل بين المسلمين بالتقوى إن أكرمكم عند الله ليس أغناكم ولا أثراكم ولا أشقركم ولا أبيضكم ولا أسودكم لا قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم وأيضا تؤدي إلى تماسك المجتمع وتقوية أواصر المحبة فيه ويزداد ألفة القلوب من خلال لقائهم كل يوم في خمس صلوات في المسجد يسألون ويطمئنون عن أحوال بعضهم يتسامرون تبقى الحياة والروابط الاجتماعية متماسكة إذن الحكمة من مشروعية صلاة الجماعة بإيجاز وتلخيص أن تجتمع الصفوف أو الصفوف المسلمين متساوية المساواة بين الناس تتآلف القلوب يتماسك المجتمع برأيك يا بطل ما حكم صلاة الجماعة سنتعرف إن شاء الله على حكم صلاة الجماعة إذا كنت تحفظ حديثا يدل على صلاة الجماعة فهذا جيد إذا لم تكن تحفظ حديثا يدل على فضل صلاة الجماعة سأخبرك بالحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة يعني صلاة الجماعة أفضل ب27 مرة من صلاتك لوحدك وأيضا قال تعالى واركعوا مع الراكعين حثا على صلاة الجماعة وهذا أمر يفيد الوجوب وأيضا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الالتزام بها وبين أن فضلها يفوق صلاة المسلم ب27 درجة إذن صلاة الجماعة يا ابني واجبة على كل مسلم قادر على تلبية النداء صلاة الجماعة واجبة على كل مسلم سمع الأذان ويستطيع أن يلبي النداء تدرك صلاة الجماعة إذا أدرك الإنسان الإمام قبل أن يسلم الحديث النبي عليه الصلاة والسلام فأما أدركتم من الصلاة فصلوا وما فاتكم فأتموا وقد أخذنا في الفصل الماضي عن صلاة المسبوق عندما تفوته بعض الركعات مع الإمام ولكن تدرك صلاة الجماعة وفضلها إذا أدركت الإمام قبل أن يسلم يعني إذا لحكت الإمام قبل ما أن يسلم من الصلاة فها تحسب لي أجر صلاة الجماعة الذي يفوق صلاة الفجر ب27 مرة هنا سؤال أبضح ما تدرك به صلاة الجماعة تدرك صلاة الجماعة بدخول المصلي مع الإمام قبل أن يسلم خبرتكم من قبل هناك أداب يا أبنائي لصلاة الجماعة وسنتعرف عليها إن شاء الله ونشاهد فيديو جميل نتعرف من خلاله أيضا على أداب صلاة الجماعة صلاة الجماعة لها أداب منها أن أهتم بمظهري ونظافة جسدي وطيب الريح الذي يخرج من جسدي فأتعطار وأتوضى وأستحم إذا كنت متسخ جدا وقد عدت من العمل أو من لعب الرياضة ألبس الملابس الجميلة أهتم بمظهري ونظافتي ونظافة أقدامي هذه الأمور لا بد أن نهتم بها أدبا مع الله عز وجل لأننا سندخل إلى المسجد ونصلي جماعة وأيضا من أداب صلاة الجماعة أن نمشي إلى المسجد بسكينة ووقار وهدوء وما يدل على أن هذا الإنسان ذاهب لأداء فريضة وشعيرة من شعائر الله عز وجل وأيضا الوضوء في البيت قبل الخروج إلى الصلاة أعرف إن شاء الله على بعض أداب صلاة الجماعة على نطاق أوسع وشاهدوا معي هذا الفيديو لله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وبكر إليها فور سماع الأذان قال مطر الوراق كانوا يبيعون ويشترون ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه في يده خفضة وأقبل إلى الصلاة هذا يعني يا أبنائي أن الإنسان إذا كان يبيع في زمن الصحابة وهو الزمن الذي عاش فيه النبي عليه الصلاة ونأخذ منه أحكام حياتنا كان الإنسان فيهم من حرصه على الصلاة إذا كان يبيع ويضع المشتريات على الميزان إذا سمع النداء أي الأذان يترك البيع والشراء ويذهب إلى الصلاة من حرصه على صلاة الجماعة وأيضا يجب علينا أن نتبع ذهاب إلى المسجد لما في ذلك من الفضل العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة احرص على إدراك تكبير إدراك تكبيرة الإحرام والصف الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول كن حريصا على تسوية الصف والمحاذاة بالكعب والمنكب والعنق مع المقاربة بين الصفوف قال النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة احرص على إتمام الصفوف الأول فالأول لقوله صلى الله عليه وسلم أتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكم في الصف المؤخر واحذر من وجود عوجاج في الصف فإن النبي صلى الله عليه وسلم توعد على ذلك فقال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم احرص على متابعة الإمام فلا تتقدم عليه ولا تساوه ولا تتباطأ عن متابعة قال الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وليحرص أصحاب الفقه والعلم على أن يكونوا خلف الإمام لينبهوه إذا أخطأ ويفتحوا عليه في القراءة إذا نسي قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم فاحرص على صلاة الجماعة فإن ثوابها عظيم والسعي إليها من صفات المؤمنين قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين سنتعرف الآن إن شاء الله على حق الناس بالإمامة على الترتيب حتى يكون هناك شخص يعمل بالناس لا بد أن تتوفر شروط هذه الشروط على الترتيب على الترتيب نراعيها أولا يجب أن يكون أحفظ الناس لكتاب الله وأقرأهم وأتقنهم لقراءة الآيات ثم الشرط الذي يليه إذا تساوى الجميع في الحفظ وتمكن من القراءة أثقههم بأحكام الشرع أن يكون عالما بأحكام الفقه الشرعي والعلوم الشرعية وأحكام الصلاة إلى غير ذلك من الأمور الفقهية يلي ذلك الأكبر سناً ننظر من الأكبر سناً فأم بالناس فإن تساووا بالسن ننظر إلى من هو أتقاهم لله تعالى يظن بأنه الأكثر ورعاً وتقوى لله تعالى لصحة الإمامة شروط حتى يصح أن يأم بالناس الإنسان يجب أن تكون متوفرة فيه بعض الشروط أولاً أن يكون مسلماً وهذا شرط أساسي ثانياً أن يكون صاحب عقل ليس مجنون أو به سفة أو يكون صغير السن لم يبلغ الحلم فلا يميز ما يفعل أو ما يقرأ ولا يميز أفعال الصلاة ويأتي بعد ذلك الذكورة يجب أن يكون ذكراً فلا يصح للمرأة أن تأم الرجال ولكن هل يصح للمرأة أن تأم النساء نعم يصح للمرأة أن تأم النساء مثلاً تأم بناتها في البيت أو صديقاتها أو أخواتها ولكن لا يصح للمرأة أن تأم بالذكور أو بعموم الناس يجب أن يكون الإمام ذكرا رجلا والشرط الأخير إتقانوا تلاوة الفاتحة لأن قراءة الفاتحة شرط أساسي لصحة الصلاة يعني تخيل معي لو قرأت من سورة البقرة إلى سورة لو قرأت معي من سورة البقرة إلى سورة الناس إلى آخر كتاب الله تعالى ثم ركعت وصليت في كل ركعة قرأت من سورة البقرة إلى سورة الناس قرأت القرآن كاملا في كل ركعة صلاتك غير مقبولة لأنك لم تقرأ الفاتحة بينما لو قرأت الفاتحة فقط في كل ركعة فصلاتك صحيحة إذن كما قال الإمام الشافعي الصلاة هي الفاتحة فإتقانوا تلاوة الفاتحة أمر مهم وتعلمها بشكل صحيح أمر مهم حتى تصح الصلاة لأن الخطأ في قراءة الفاتحة أمر يجب أن تتنبه إليه عزيز الطالب فهو مهم جدا لصحة الصلاة أعزائي الطلبة يجب على المأموم في صلاة الجماعة يتابع إمامه في كل أفعال الصلاة فلا يسبقه أو يتأخر عنه أو يزجد قبله أو يرفع من السجود أو الركوع قبله أو يتأخر عن الإمام لا يركع لا يزجد لا يرفع إلا بعد مامه لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به أي الإمام إذا ركع أركع إذا اعتدل من الركوع أعتدل بعده إذا سجد أزجد بعده أي لا أسابق أي أزجد بعده مثلا أو لا مثلا الإمام يركع وأنا أقرأ بعد ركوع الإمام بالفاتحة أو بالآيات ثم يعتدل الإمام من الركوع وأنا لم أركع بعد وأركع لا يجوز يجب أن أتابع الإمام أعزائي الطلبة سنشاهد مقطع الفيديو التالي وفيه شرح مفصل لأحوال المأموم مع الإمام وأرجو منكم التركيز به بشكل جيد وفيه تفصيل وشرح واف وكافي بسم الله أحوال المأموم مع إمامه في الصلاة قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه للمأموم مع إمامه في الصلاة أربع أحوال المتابعة السبق التخلف الموافقة الحالة الأولى المتابعة وهي السنة ومعناها شروع المأموم في أفعال الصلاة فور شروع إمامه دون موافقة أو مسابقة أو تخلف قال البراء بن عازب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده وعليه فإذا ركع الإمام وبقي للمأموم آية أو آيتان فإنه يقطع القراءة ويتابع الإمام لأنه مأمور بالمتابعة واستكمال القراءة يوجب التخلف الحالة الثانية السبق وهو محرم باتفاق أهل العلم ومعناه إتيان المأموم بأركان الصلاة قبل إمامه كان يسجد قبله أو يرفع قبله قال صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف وقد ورد في ذلك الوعيد الشديد فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ أما حكم الصلاة فمتى سبق المأموم إمامه بانتقال إلى ركن عالما ذاكرا فصلاته باطلة على الراجح وإن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة الحالة الثالثة التخلف أو التأخر وهو نوعان تخلف في الركن وتخلف بركن فالتخلف في الركن معناه أن يتأخر المأموم عن الإمام مع إدراكه له في الركن الذي انتقل إليه كأن يركع الإمام وقد بقي على المأموم آية أو آيتان فبقي قائما ليكمل القراءة ثم ركع فأدرك الإمام في الركوع فالركعة صحيحة لكن تخلفه عن الإمام مخالف للسنة ومن ذلك ما اشتهر عند الناس من مكث المأموم ساجدا وقد رفع الإمام أما التخلف بركن فمعناه أن يتأخر المأموم عن الإمام إلى أن يسبقه الإمام بركن وينتهي منه كان يركع الإمام ويرفع قبل أن يركع المأموم فإن كان هذا التخلف لغير عذر فصلاة المأموم باطلة وإن كان التخلف لعذر كعدم سماع المأموم تكبير الإمام مثلا فإن المأموم يأتي بما تخلف به ويتابع الإمام ولا حرج عليه الحالة الرابعة الموافقة وهي مكروهة ومعناها إتيان المأموم بأركان الصلاة مع الإمام مباشرة أما تكبيرة الإحرام فلا يشرع للمأموم الإتيان بها إلا بعد انتهاء إحرام الإمام فلا تصح موافقته ولا مسابقته فيها وإلا لم تنعقد صلاة المأموم أصلا أعزاء الطلاب سنقوم بحل بعض الأسئلة في كتابكم حتى يتسنى لكم الفهم بشكل أوسع ولا يستصعب عليكم شيء إن شاء الله تعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام في السؤال الرابع من كتابكم إنما جعل الإمام ليؤتم به استنبط من الحديث الشريف واجب المأموم تجاه الإمام أن يتابع الإمام في كل أفعال الصلاة يعني ما يسبقه ما يسجد قبله ما يقوم من السجود قبله سؤال الثالث اكتر الإجابة الصحيحة شروط صحة الإمامة في الصلاة هل هو الاهتمام بحسن المظهر أم الفقه بأحكام الشرع أم العقل أم إتقان تلاوة جزء من القرآن بالأكيد العقل شروط صحة الإمامة يكون عاقلا فلا تصح الصلاة خلف مجنون صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بـ 27 درجة فكان المصلون في قراءة القرآن سواء فأحقهم بالإمامة من؟ يعني كل المصلين متقنين لقراءة القرآن والحفظ فمن أحقهم بالترتيب؟ هل هو أعلمهم بالسنة أم أكبرهم أم أكثرهم تقوى أم أحسنهم صلا؟ أعلمهم بأحكام الفقه والسنة أحسن طيب السؤال السادس ضع إشارة صح أو خطأ أمام العبارات التالية أحق الناس بالإمامة أكبرهم سنًا؟ أقرأهم للقرآن من شروط الإمامة إتقانوا تلاوة الفاتحة بالتأكيد فالصلاة هي الفاتحة أدى بصلاة الجماعة الهرولة إلى المساجد للحاق بالركعة الأولى؟ لا يجوز فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فيجب على الإنسان أن يذهب إلى الصلاة بسكينة ووقار تجنب صلاة الجماعة على كل مسلم قادر على تلبية النداء قابة صحيح سؤال الثامن الاهتمام بالنظافة وحسن المظهر من أداب صلاة الجماعة ليش؟ حتى يكون المسلم بأحسن صورة لأنه ذاهب يقابل لله عز وجل ويقف بين يدي الله عز وجل فلا يصح أن يكون بصورة غير جميلة وحسنة المظهر ولا يجوز أن يذهب إلى المسجد وقد تخرج منه الروائح الكريهة أو أن يكون قد أكل الفوم أو البصل فيؤذي المصلين أو رائحة الدخان من تنبعث من فمه بشكل كريه يجب أن يكون محافظ على نظافته ومظهره حتى لا يؤذي غيره ولأنه سيقف بين يدي ملك الملوك الله سبحانه وتعالى هكذا نكون أبناء الطلبة قد انتهينا من الجزء الثاني من الدرس في أحكام صلاة الجماعة أسأل الله عز وجل أن تكونوا قد استفدتم وحياكم الله وبالتوفيق لكم ترجمة نانسي قنقر